الصين تنصح مواطنيها في فرنسا بتوخي الحذر بعد حدث تحطيم نوافد حفلة تقل سائحين الصينيين في مرسيليا ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص في الحادث خلال أعمال شغب جماعية المتحدث باسم الخارجية الصينية وان جوين بين قال في مؤتمر صحفي اليوم إن السياح الذين أصيب العديد منهم بجروح طفيفة تلقوا مساعدة من القنصلية العامة الصينية في المدينة كما تلقوا علاج طارئا مشيرا إلى أن السياح قد أنهوا رحلتهم قبل الموعد المحدد وغادروا فرنسا منذ ذلك الحين وكان القنصل العام الصيني في مدينة مرسيليا الفرنسية قدم شكوى لفرنسا إثر هذا الحادث ودعا القنصل في بيان السلطات الفرنسية إلى ضمان سلامة المواطنين الصينيين وممتلكاتهم